نقل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القادة الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وتمنيات جلالته لدولة الكويت كل تقدم وازدهار جاء ذلك لدى استقبال سمو أمير دولة الكويت لسمو حفظه الله بمدينة اسطنبول وأبلغ سمو أمير دولة الكويت صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بنقل تحياته إلى أخيه جلالة الملك المفدى وخالص زمنياته للبحرين بالمزيد من التقدم والنماء في ظل قيادة جلالته وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تربط مملكة البحرين بدولة الكويت الشقيقة وأهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة الإسلامية الثالثة عشر حضر اللقاء سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي شيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزيره الخارجية ومعالي شيخ سلمان بن خليفة الخليفة مدير عام مكتب سمو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وسعدت الدكتور إبراهيم يوسف العبدالله سفير البحرين لدى تركيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر